قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه في ظل الأزمة العالمية الراهنة تسعد دولة إلى اتخاذ خمس مسارات رئيسية لمواجهة الأزمة العالمية ومنها تعزيز دور القطع الخاص في النشاط الاقتصادي وترسيخ نهضة صناعية شاملة وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الحكومة للإعلان عن خطتها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية أن خسائر العالم بفعل الأزمة الراهنة وصلت إلى حوالي 12 تريليون دولار إحنا بنتكلم على أسوأ أزمة يمر بها العالم كله منذ العشرينات من القرن الماضي يعني من مئة سنة دي أسوأ أزمة وكل العالم بيقول دي أسوأ أزمة بيمر بها العالم لم تحدث منذ بعض بيقول يا إما من فترة الكساد يا إما بعض بيقول من ساعة الحرب العالمية التانية يعني برضو من حوالي 80 سنة لم يشهد العالم الأزمة اللي موجودة دلوقتي وبالتالي اللي اتحسب إنه هناك خسائر قدرت بحوالي 12 تريليون دولار في العالم كله فيه الناتج الإجمالي للعالم الناتج اللي إحنا بنطلق عليه الجي دي بي أو حيسموه بقى الناتج العالمي توقعات النمو بتاعت الاقتصاد في العالم كل المؤسسات نتيجة لهذه الأزمة ابتدت تخفضها بعد ما كان فيه تفاؤل حنخلصنا أزمة كورونا ابتدى الناس كلها تقولك لا دي الأزمة دي جت وابتدوا يخفضوا معدلات النمو والزيادة اللي هتحصل في الاقتصاد في العالم كله وابتدت المؤشرات بعد ما كانوا بيتكلموا على 4 و 4 من 10 بقوا بيتكلموا على 3 و 6 من 10 وكل المؤسسات المالية بتقول ده كمان 3 و 6 دي هتنزل عن كده في خلال الفترة الجاي وبالتالي يعني أنا بقول لحضركم عشان نحس برقم ال 12 تريليون دولار دول عبارة عن إيه؟ دول عبارة عن خمس أمثال الناتج المحلي لقارة أفريقيا كلها بتاع السنة اللي فاتت عشان بس نعرف حجم الخسائر ال 12 تريليون دولار دول يعدلوا الناتج المحلي الإجمالي بتوع أربع دول في أوروبا اللي هم أكبر أربع دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا غير أنه يعادل 6 أمثال الناتج المحلي أو آسف الناتج المحلي الإجمالي لست دول أسيوية من النمور والدول المتقدمة في أسيا